السلام عليكم اليوم السادس من أيلول الفين وثين وعشرين عقد مجلس الوزراء في جلسة اعتيادية تقدمتها كلمة لسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي صلط فيها الضوء على مهمة الحكومة في هذه الأيام في أن تعمل حتى اللحظة الأخيرة وأن تعمل بلا انفعالات ولا ردود أفعال إذا الأحداث الأخيرة التي عصفت ببلادنا والحقيقة هذا الكلام هو موجه للجميع للجميع العراقيين للقوة السياسية للحكومة لكل إنسان يعيش على هذه الأرض في أن يتحلى بالصبر والحكمة في هذه الأيام لأن الردود الأفعال والإنفعالات بإزاء الأحداث لن تعود بالنفع على العراقيين على بلدنا العراق نتمنى أن نتحلى بما يمكن ويمكن هذه الحكومة من أن تقدم خدمات للمواطنين في هذه الأيام وأن لا تكون لنا وأن لا تكون لنا ردود أفعال عن ما يشيع من إشاعات وافتراءات وتكون لنا بإزائها قرارات وأفعال العراق يريد مننا الصبر والتحمل والحكمة في هذه الأيام ورقي العقل كلما ارتق العقل اختفت قرقعة السلاح والعكس صحيح ولذلك هذه الأيام العصيبة علينا أن نركز على خدمة المواطنين لأن الوضع حساس وعلينا أن نتعاطى معه بمزيد من الصبر والتحمل والحكمة وأن نتحمل اختلافاتنا بطريقة حضارية تلجأ أكثر ما تلجأ إلى الحوار دون أي شيء آخر في خضم ما حدث في التاسع والعشرين من آب مجلس الوزراء ناقش أمور الضحايا أولئك الذين ذهبوا ضحية هذه الأحداث وأصدر قرارا بعد كل من توفي في خضم الأحداث الأخيرة شهيدا كما أن هذا القرار شمل الجرحة بقانون تعويض المتضررين هذا القرار اتخذه مجلس الوزراء هذا اليوم لرعاية أهالي الضحايا الذين ذهبوا ضحية العنف الذي ساد في تلك الليلة في التاسع والعشرين من آب وهي مناسبة حقيقة تدعونا مرة إثر مرة إلى أن نحتكم إلى الحوار وإلى العقل بدلا من الأسلحة والنيران خدمة لبلدنا في موضوع آخر أيضا ونحن نقترب من أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تم التداول في كيفية دعم الحكومة لهذه المناسبة وعادة ما يستقبل العراق ملايين الزوار في هذه المناسبة المهمة وقرر مجلس الوزراء أن يدعم محافظة كربلاء والعتبات العتبة الحسينية والعتبة العباسية والعتبة العلوية بمبالغ مالية ثلاثة مليار إلى محافظة كربلاء ولكل عتبة مليار دينار عراقي لكي يتمكنوا من تقديم الخدمات المعتادة لزوار العراق في أربعينية الإمام الحسين أيضا استضيف السيد عاد الكريم المكلف بإدارة وزارة الكهرباء اليوم في هذا الإطار إطار زيارة الأربعينية وأيضا احتياجات وزارته من المبالغ المالية لسدها ولتوفير الكهرباء للمواطنين وخضعت المسائل التي قدمها بين يدي مجلس الوزراء إلى النقاش واستجيب لطلبات عديدة لكي تحظى وزارة الكهرباء بالمبالغ المالية اللازمة لاستمرار عملها كان هناك أيضا قراران لوزارة التخطيط أولها أن السيد وزير التخطيط الدكتور خالد البتال خول التفاوض والتوقيع على منحة من الاتحاد الأوروبي اتفاق تنفيذي وشراكة وتعاون مع بلدنا العراق وضمن هذا الاتفاق التنفيذي جاءت هذه المنحة بمبلغ 75 مليون يورو لدعم وضع حلول للنازحين في قطاعات مهمة أساسية منها الاندماج في سوق العمل وأيضا إدراجهم في أنظمة التعليم وكذلك توفير الحماية الاجتماعية لهم اتخذ هذا القرار هذا اليوم في مجلس الأزراء والقرار الثاني وهو يخص الشركات والمشاريع وفي هذا القرار هو إلزام جهات التعاقد بتحديد سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر لإدراج الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية وهذه الجهات جهات التعاقد الحكومية تتولى الإسراع في إنجاز المشروعات في ضمن الخطط المعدة سلفا لتجنب تأخير الأعمال وكذلك محاسبة المقصرين هذا القرار اتخذ اليوم في مجلس الوزراء لكي ندعم مشاريعنا المتلكئة والمتأخرة ومحاسبة المقصرين عليها شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا